مع حلول عيد المعلم العراقي الأوساط التربوية في محافظة ذيقار تحدثت عن مشاكل جمع في النظام التربوي الذي يحتاج إلى إعادة تنظيم لما تسجله من تراجع كبير في المستوى التعليمي لدى الطلبة من خلال ما رافقته من هفوات بالسنوات الأخيرة متمنين صنع جيل جديد يحول كثير من أصحاب الفكر والعلم بهذه المناسبة عيد المعلم نهنج كافة الكوادر التعليمية والتردسية في محافظة ذيقار ومن خلال هذه المناسبة نوجه رسالة إلى وزارة التربية للاهتمام في محافظة ذيقار من خلال الاهتمام بالبنى التحتية في المدارس حيث المدارس الكثيرة الطينية متهالكة في محافظة ذيقار وهذه السنوات السابقة لم نشاهد أي أعمار من خلال الاهتمام بهذه البنى التحتية حيث المدرسة تمثل البيت الثاني بالنسبة للطالب لا زال المعلم يعطي ولكن لا يعطي النتيجة هي تراجع في المؤسسة التربوية يجب أن يكون في عيد المعلم هناك مراجعة شاملة للقطاع التربوي للقائمين على القطاع التربي للتربوي وأيضا لتأهيل معلمين أكفا قادرين على إخراج جيل وطني حقيقي من الممكن أن يخدم العراق في المستقبل نقابة المعلمين تحدثت عن ترهل واقع المدارس في المحافظة ومشاكل الدوام المتعدد في مدارسها مبينة إنها بحاجة إلى بناء مئات المدارس لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة فيما بيّنت إنها تسجل بشكل مستمر اعتداءات متكررة على كوادرها مطالبة بأن تكون هذه المناسبة هي بداية تصحيح للواقع التربوي في المحافظة المشاكل أصبحت مستعصية تقريبا مثل عندنا مشكلة الأبنية المدرسية هي مشكلة كبيرة ومستعصية ونحتاج إلى أبنية حوالي 600 بناء لفق الإختناقات والإزدواج عندنا مدارس ثنانية وثلاثية ورباعية إضافة إلى الاعتداءات التي أصبحت هي مشكلة كانت الاعتداءات على المدارس كانت هي حالات فردية أما اليوم أصبحت ظاهرة كثيرة هي المشاكل التي يعاني منها الواقع التربوي في محافظة ذيقار وفي هذا اليوم يرفع المعلم صوته إلى الجهات المعنية للنظر بحقوقهم وإنصافهم لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ديقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة